صلى الله عليه وسلم يقول السائل بعض الناس يمد قدمه وقد يكون أمامه مصاحف فتكون رجله أمام المسحف كما حكم ذلك لا يجوز مد الرجل إلا المسحف إذا كان المسحف محاذيا محاذيا لرجله قريبا منها لا يجوز أما أن المسحف في قبلة المسجد وأنت في شرقي المسجد هذا ما يمنع لأنك بعيدا عنه لكن إذا كان قريب تبريج لرجل تصل إلى المسحف ألا يجوز هذا نعم